أطلقت وزارة الصحة وسكان حملة لرفع الوعي الصحي لدى الأطفال داخل دور الأيتام بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع الاحتفال السنوي بيوم اليتيم ووضحت وزارة الصحة أن فعالية للحملة شملت تقديم خدمة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنميا والتقزم ومبادرة صحة الفم والأسنان إلى جانب توزيع الهدايا على الأطفال وعقد ندوات تثقفية وتوعوية عن التغذية السليمة للأطفال بالأضافة إلى فقرات فنية وغنائية تهدف للتوعية الصحية كما أشارت الوزارة إلى أن الفعاليات تضمنت قيام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بتقديم تدريبات على مهارات التواصل والتعبير عن المشاعر وتقبل الاختلاف